فعلا الفرحة حلوة وعشان نوصل للفرحة لازم يكون فيه تخطيط تخطيط لسنوات كتير جاية عشان دايما يبقى عندنا نجاحات على أرض سبتة اتحاد كرة اليد دايما عنده نجاحات سبتة النجاح عنده ما بيظهرش طفرة ويختفي لا دايما وقف على أرض صلبة علشان دايما عنده القاعدة من النشئين والشباب بيكون التخطيط موجود شفنا من شهر منتخب مصر الشباب أيضا لكرة اليد بيحصد المدالية البرونزية في جهس العالم النهاردة ما شاء الله النشئين أيضا المدالية الزهبية في كأس العالم ده ناتج عن تخطيط وزي ما قلت لحضراتك وإحنا هنا في برنامج الأشبال بنتكلم دايما وإحنا بنتكلم في برنامجة شفاء عن كرة القدم دايما نازم يبقى عندك تخطيط للنشئين وقاعدة النشئين والأشبال والتخطيط ما بقاش مقتصر على النشئين بس لا ده أنت بتخطط نشئين بتخطط إداريين مديرين فنيين وكمان حكام حكام اللي هم أساس أو ضلع مهم جدا في المنظومة الرياضية مبارح شفنا في مباراة النادي الأهلي أمام برامجة وخروج النادي الأهلي من كهس مصر اتكلمنا مبارح في أخضاء كتير من الجهاز الفاني ومرتن لسارتي اتكلمنا مبارح أن في لعيبة ما تحملتش المسئولية أو ما ظهرتش في المباراة الكبيرة على قدر المستوى اتكلمنا في كل ده لكن مع كل السوق ومع كل الأخضاء دي لكن جهاز جيريشا كان لي رأي آخر في مباراة الأهلي المبارح لما يكون فيه ظلم بيّن وظلم واضح من التحكيم النهاردة لما يكون الكابتن جهاز جيريشا هو الحكم الأول في مصر ويظهر بهذا الشكل يبقى فيه هنا علامات استفهام كبيرة جدا عايز أشوف مع حضراتكم الفيديو ده الفيديو ده من مباراة مبارح من مباراة الأهلي البرامتس الكرة دي ركل الجزاء مليون في المية بنعدها مرة تانية لحضراتكم ركل الجزاء مليون في المية كان فيه ركل جزاء في الشوت الأول على اللاعب الوغندي قال ممكن فيها شك ممكن حكم يحسبها وحكم ما يحسبهاش لكن دي وبالشكل ده دي ركل الجزاء مليون في المية ركل الجزاء مليون في المية دي كانت إحدى الكاميرات ديشتال وراء مرمى بيراميتس ودي راكلة الجهازات التانية بتاعت حسين الشحات كانت في بداية الشوط التاني أيضا النهاردة علامات السفام كتير لما يكون عندك الحكم رقم واحد المصنف في مصر لعب كاس عالم كاس أمم ويظهر بهذا الشكل يبقى علامات السفام كتير النهاردة لما يكون عندنا أيضا خمس حكام اتنين حامل راية واتنين على الخطوط وما يشوفوش الأخطاء علامات السفام لو عايزين نصلح وعايزين نهتم بالمنظومة ونوصل نبافيون من الأيام زي أبطال الزهر في كرة اليد لازم هي القاعدة بتاعتنا من تحت من الأشبال من النشئين إن احنا نهتم باللعبين بالملاعب إن احنا نقضى على التزوير وعالتسنين إن احنا نخرج مديرين فنيين مسقفين فعلا يكونوا أكفاء إن يكون عندنا أطباء يكون عندنا إداريين ويكون أيضا عندنا الضلع المهم جدا في المنظومة اللي دايما بناخفل عنه هي منظومة التحكيم مش عيب إن كابتن جهات جريشا والطاقم بتاع مبارح يعودوا يتفرجوا على مباراة السوبر الأوروبي ما بين ليفربول وتشيلسي مش عيب مش عيب إن الراجل يتعلم من واحدة ست مش عيب إن فيه مثل بيقول ساعة الست بتبقى مئة راجل لما نشوف مبارح اللي أخطاء التحكمية فمش عيب جدا إن كابتن جهات جريشا والطاقم اللي معاه خمس حكام يجيبوا زي ما قلت لحضراتكم شريط الفيديو بتاع أو شريط مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي مفيش ولا غلطة في المباراة ونشوف بهذا الشكل ركل الجزاء صحيحة مليون في المية طب كابتن جهات جريشا لو بعيد الحكم الخامس اللي على الخط بيعمل إيه حامل الرأي بيعمل إيه إحنا دخلين على موسم رياضي لسه بنفتتحه فإحنا هرجع وأقول تاني إحنا هنا برنامج الأشبال بنتكلم دايما عن القاعدة لو عاوزين نصلح لازم نهتم بالقاعدة فين الحكام اللي يخرجوا من الناشئين عشان يحكموا بعد كده في الدور الممتاز أو في القسم التاني لازم نعدهم بدنيا لازم نعدهم فنيا لازم نعدهم من كل الجوانب كنت حابب أتكلم في النقطة دي بعد ما احنا عرضنا أبطال الزهب وشوفنا المستوى اللي وصل لأبطال اليد مش عيب إن احنا نتعلم في كرة القدم من هؤلاء الأبطال في اتحاد كرة اليد مش عيب أيضا نحنا نتعلم من واحدة ست زي ما بقولوكم المثل بيقول في وقت ملوقات الست بميت رابر النهاردة كان